معنا تقرير عن ايه؟ معنا تقرير عن اهل الطفل بيحكوا القصة وبيوجهوا رسالة شكر لوزارة الداخلية لقطات حية رصدتها احدى كاميرات المراقبة لواقعة خطف طفل من امام مسكنه بالشروق فمنذ هذه اللحظة لم تهدأ الاجهزة الامنية لتحريره وضبط الجناه خمسة ايام مرت على واقعة الخطفة نجحت خلالها الاجهزة الامنية في تجميع خيوط القضية وتوجى الجهد بهذه اللحظة الحاسمة التي احضرت فيها القوات الخاصة الطفل سالما ليعود الى احضان اهله وتجمعهم هذه الفرحة الكبيرة بعودته والتي انتظروها مؤكدين ثقتهم الكبيرة في الاجهزة الامنية منذ اللحظة الاولى للابلاغ في قدرتها على اعادة الطفل ده معناه ان احنا خلاص بينا في عصر جديد جدا مليان محافة الناس كلها لما كنا بنتعامل معاها كانوا بيقولوا ده ابننا من فضلكوا اهدو والحقيقة هدوءهم كان بيهديني انا شخصيا اه انا كنت متكل على ربنا طول الوقت وعارف انه ربنا حيدي ويرشد وهو اللي حيحافظ كمان على الولد اه ما كانش عندي ادنى شك انه رب البيت حيجيبه البيت مجهودات اللي عملوها معانا وسط الخمس ايام اللي فاتوا اه الناس ما كانت ما بتنامش ما بتسبش البيت اه على طول اه في حركة على طول استجوابات اه مجهودهم صراحة ما نقدرش ننكيروا في اي حاجة اه مجهودهم معانا بشكر ربنا وبشكرهم طبعا على كل المجهود اللي عملوه وكنتم متأكد ان هما بيدوروا عليه زي ما احنا بندور عليه زي كنهم ابنهم بالضبط والامن والقوات الخاصة وبصراحة رجال الشرطة اللي ما كانوش بيناموا كانوا بفضل بوصلوا ليه بالنهار وما كانوش وتحملوا رزالتنا فعلا لانه احنا كنا فيه وقت عصيب فكنا حسين انهم اهلنا الحمد لله انه مصر امان احنا مرينا بمحنة لكن عدت والحمد لله والاوقات بتمر الاوقات صعبها وحلوها بيمر بنشكر ربنا ان ابننا رجع لنا سليم وبنشكر كل من ساهم بمجهود كبير او صغير بنشكر ربنا على نعمته ومحبته جهد لم يقتصر على اعادة الطفل سالما فقد قامت فرق البحث المشكلة من مدريات امن القاهرة والامن العام والامن الوطني بتتبع الجناه لضبطهم ونجحوا بالفعل في ذلك حيث قاموا بالخطف بهدف طلب مبلغ مالي نظير اطلاق الصراحة الا انهم لم يهنأوا بالمبلغ المالي فقد داهمتهم الاجهزة الامنية باماكن اختبائهم ونجحت في ضبطهم والمبلغ المالي كاملا والسلاح المستخدم في الواقعة والسيارات التي استخدموها في جريمتهم لتؤكد هذه القضية من جديد قدرة الاجهزة الامنية على التعامل السريع مع العناصر الاجرامية واي خروج عن القانون ففي الوقت الذي تناولت فيه وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي هذه القضية بالتحليل والمناقشة كانت هناك اجهزة امنية تعمل في صمت حتى وصلت الى هذه النتيجة الناجحة من ضبط الجناه لينالوا عقابهم واعادة الطفل المختطف سالما بنبارك للأستاذ هشام وزوجته على عودة الطفل سامي مرة اخرى لاحضانهم وطبعا احنا بنطالب بتوقيع اقصى عقوبة على الجناه علشان يبقوا عبرة لغيرهم فاصل ونواصل اخبارنا اشتركوا في القناة